يا مساء الخير يا مساء الفل يا مساء السعادة على كل اللي بيتابعوا وبيشوفوا وبيشاركوا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى ببس عليكم كلكم وحقيقي بستنى قابلكم كل يوم اتنين من كل أسبوع أنتوا عارفين طبعاً أن عندي كلام كتير بكون عايزة أتكلم معاكم فيه لكن النهاردة أنا عايزة أتكلم معاكم بلغة شباب اليومين دول أنتوا عارفين طبعاً كل جيل وليه الموضة الخاصة بيه سواء في اللبس أو تسريحة الشعر أو طريقة الكلام بنلاقي تسريحات شعر عجيبة ماشي أهو موضة نلاقي كلام غريب بيتقال أنا مش فاهمة دول بيقولوه إزاي وإيه بيقصدوا إيه وماشي يعني موضة ألاقي مزيكة غريبة بتتسمع وستايل جديد حتى من المزيكة والفن موضة يعني كان فيه كده لو نرجح شوية لورا كده كان فيه شوية مصطلحات ظهرت كده بين الشباب مثالي كده من 3-4 سنين زي مثلاً إشتا يمان لا والله إشتا يمان دي كمان كانت ظهرة من أيام فيلم هنيدي همام لا السعيدي في جامعة الأمريكية كان إشتا يمان دي تخيلوه أهلا قد من سنين 15 سنة مثلاً وكان فيه برضو كلمة جام التحن كول كلمات كده كول كلها كنا بنسمعه وكنا ساعتها بنبقى مستغربين قوي وإيه الكلام اللي بيتقال ده ودلوقتي بقى والنهار ده الكلام الغريب قوي ده راحت عليه بقى ديمه دي خلاص بقى فيه الأجدد وفيه الأغرب وفيه اللي إحنا بنبقى فيه هيجي لنا جلطة من اللي إحنا بنسمعه كل يوم ومش أقول بقى كمان والله ده مش كل يوم ده وصلت إن كل خمس دقايق بنلاقي فيه أفديت جديد وتحديث جديد للمصطلحات والمضاط اليومين دول مثلاً هنلاقي مثلاً مصطلح جديد بقى لنا فترة بنحكي فيه وعملنا كمان حلقات عليه والناس كنا تتكلم فيه يقولك دي علاقة توكسك علاقة توكسك أنت انفصلتي ليه تطلقتي ليه لا لا أصلاً كان معايا راجل توكسك إيه يا حبيبي أنت ما كملت السنتين جواز هو إيه اللي حصل لك مراتي ستة توكسك المهم ده مصطلح جديد لليه العلاقات السامة يعني طب ما تقوله علاقات نيكادي ما لها النيكادي زمان كان يقولك ده نيكادي أو الستة دي نيكادي دلوقتي عشان إحنا بقينا ستايل أكتر بنقول علاقة توكسك يمكن فيه مصطلح بقى أجدد وأجدد وده اللي همكن هنتكلم فيه النهاردة ونركز عليه أكتر وأكتر مصطلح الريد فلاكس إيه يا إيمان الريد فلاكس ريد فلاكس يعني لو إحنا ترجمناها حرفيا هتبقى الأعلام الحمرة يعني أعلام الأعلام الحمرة ريد فلاكس عارفين كده لما نكون في المصيف كده ونيجي ننزل البحر وتلاقي البحر محطوط عليه على مسود فالرجل يقولك إيه يا إيه وعتنزل البحر النهاردة ده الموج عالي وخطر حدش ينزل النهاردة إحنا كمان في حياتنا بقت فيه أعلام بس مسودة هي أعلام حمرة لدرجة الخطورة عارفين يقولك دانجر فالأعلام الحمرة دي إمتى بتظهر في حياتنا؟ إمتى أقول إن العلامات الحمرة دي والأنوار الحمرة دي اللي بتقولي خطر خطر لف ورجع تاني ستوب كفاية كده خلي بالك خلي بالي من إيه؟ إيه الريد فلاكس اللي في حياتنا اللي لازم أخد بالي منها سواء ست أو راجل النهاردة هكون معنا جهاد التابعي البلوجر وصانعة المحتوى واللي هنتكلم معيها ونعرف إيه قصة الريد فلاكس وهل فيه مصطلحات تانية غريبة؟ وإمتى نقول إن فيه ريد فلاكس في حياتي؟